المستشارة الألمانية إنجيل أميريكل فشلت في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الألمانية في المحادثات المتعلقة في إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا الحكومة تريد رفع مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل إلى 364 يورو بدلاً من 359 يورو في الشهر الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة تريد زيادة أكثر سخاء وزيرة العمل تتهم المعارضة بعرقلة مشروع قرار الزيادة وقالت في الوقت الحالي نحن نركز على إيجاد حل للتوصل إلى اتفاق والآن هناك شكوك حول جهود المعارضة بالسعي للتوصل إلى هذا الاتفاق المعارضة كانت قد اقترحت على الحكومة أن تصل المساعدة الشهرية كحد أدنى للعاطل عن العمل إلى 420 يورو بدلاً من 364 الحكومة الألمانية تسعى الآن إلى الحصول على موافقة المعارضة من أجل التصويت على مشروع الزيادة في البرلمان الألماني يوم الجمعة المقبل ترجمة نانسي قنقر